بصداقتنا دي ومنور الدنيا كلها يا كبتب حدي معاك الأول كده بماتش الأهلي مع بيرامدز شفته إزاي تأهل الأهلي إلى نص النهائي بالفوز على بيرامدز 2 بص الأهلي عارف ياخد من الجيم اللي هو عايزه بلاعب فريق محترم من فرق بيرامدز لكن للأسف بيرامدز فشل فشل بالنسبة لي فشل فشل زريع أنه ينافس على بطولة فريق بها له ثلاث سنين أو أربع سنين في المسابقة ما حققاش أي إنجاز ممكن يكون كلام قاسي لكن أنا شايف كمية المصاريف اللي صرفت في بيرامدز السنين اللي فاتت كافيرا نتحق بطولة ما أخدش ولا بطولة منافسة على بطولة بالأسف فرق أصغر منه وقال لي منه زي كتطلع الجيش كانت مادية يعني قدرت تاخد كاس سوبر من الأهلي فرق زي امبي خدت كاس مصر قبل كده فرق زي المقاص صليع بطولة أفريقيا أبطال الدوري يخد مركز تاني على حساب الزمالك مع كبتين عام جلال قبل كده فإن بيرامدز بالماليني بتصرف دي كل سنة 800 مليون بتصرفه على ما فيش فأنا شايف إنه فشل فشل زريعنا حزين إي مشكلة؟ ليه حزين؟ حزين أنا كنت شايف إن التجربة ممكن تبقى فيها إثراء للدور المصري لكن هي جد بالعكس التجربة ما أثبتتش الحاجة اللي هي ارتفاع في قيمة الدور بالعكس هي فادت اللعيبة ماليا لكن عملت إرهاق على ميزينات الأندية كلها كل عقد العيب دلوقتي في الأندية العادية سبعة وثمانية مليون فميزينات الأندية كلها حتى الأندية الصغيرة مش غير زمالك بتوصل إلى 120 مليون قيس الزمالك والأهل 400 مليون و250 و500 مليون دي أرقام كبيرة جدا في بلد اقتصادها ضعيف في بلد الدوري بتاعها مش مصنف في بلد دوريات الدرجة التانية في بلاد تانية وفي أوروبا أعلى تقييم من الدور المصري بالنهاردة جاريس بيل شفت تقرير بيتكلم على اللي هياخده في أمريكا ليته أقل من اللعب المصريين؟ قيمة الدوري المصري للأسف قيمة غير عادلة الأرقام اللي تدفع أرقام غير عادلة الآن بتاخد 2.5 أو 2.6 يعني أرقام كبيرة جدا يعني أرقام كبيرة جدا مبالغ فيها لكننا نتكلم في الماتش النهاردة التحية الكاتل السامي أمصان وتمنى أنه يكام معنى دلالي في روح موجودة في فرقة عارف ياخد من الماتش اللي أعايزه هو عارف أن المدرب براملز مدرب استحواز بيلعب على الاستحواز وقدر يخطف منه الماتش في الكرة ثابتة وكونتراتاك وكونتراتاك هجمة سريعة قدر يخطفه وكان فيه فرستين قبل كده اللي تلعبت بالعرض والحسام حسن عملها لتحت كده الأفشة مش مظبوطة كان برضو كان ممكن يهدد مرمى براملز بكل سهولة قدر ياخد الماتش زي ما هو عايز يعني قدر يوصل الماتش لبر الأمان وقدر يوصل للأهل الدور القادم يعني أسألك بقى أنت إيه الطريقة اللي كان ممكن بها يفك دفاعات الأهلي براملز في اللقاء؟ اللي ما كانش فيه تحرك من غير كرة كتير في الجزء الأمامي يعني دايما كان الروتيشة اللي بتعمل دايما كان في نص الملعب يعني بين عبدالله السعيد وليد وليد كارتي دايما يطلعوا لما البكين يطلعوا يهجموا يوقفوا على خط الوينج يعني قدام كان عبدالله السعيد اللي بينزل استلم أو وليد كارتي أنا اشتغلت مع التاكس وعرف طريق كات لكن في الحتة اللي قداماني ما كانش فيه تحرك كبير جداً بين الثلاثة الأمامي ما كانش فيه اختراق في القلب، ما كانش فيه تزديد على المرمى ما كانش فيه كورسات لأن الفرقة ما تكون متكتلة دفاعياً أنت عندك لإيمة شوتنج مبارد 18 لإيمة كورسات عشان تفك التكتلات دي وأنت عندك عبدالله السعيد بشوت كويس عندك دونجا بشوت كويس وليد كارتي بشوت كويس كورسات الناس عندك فخر ديمي يوسف بلعب دماغه كويس وليدي كارتي مسجل بدماغه كويس عبدالله السعيد يدخل جاء 18 ويقدر وعندك أحمد فتح كورسات كويسة وعندك الناحة الثانية كان الباكليفت كويس قبل ما يطلع كان كورسات كويسة يعني ممكن أن يكون كورسات لكن هو تاكس مشكلة اللي بيمنع اللعبة من أن يعمل كورس أو يشوت ده صعب جداً في النفرقة تكون متكتلة أو أفالي بالدافع لا مش ده تجيب مش برشلون هقدر وصل للمرمط وقد أدخل بالكورة جوا جولي يعني أنا مش برشلون ولا إن كانت اللي أبع معي إن كانت برشلون يعني